باحثون عن قوت يومهم رغم موجات الغبار العاتية شبه اليومية هذا هو حال الشريحة الأكثر فقرا في العراق الذين يشكلون أكثر من 30% من مجموع سكان البلاد حيث يعتمدون على الكسب اليومي لتأمين وجبة طعام لهم ولأسرهم تصدر هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها للسكان بعدم الخروج من المنازل في أيام العواصف الترابية لما تسببه من مخاطر صحية جسيمة لكن تلك التحذيرات لا تعني شيئا بالنسبة للفقراء وذوي الدخل المحدود المهددين بالموت جوعا في حال بقائهم في منازلهم إن كان لهم منازل أصلا ومنذ أواخر شهر نيسان الماضي تشهد معظم محافظات العراق موجات مستمرة من العواصف الترابية الكثيفة حيث تتسبب بانعدام تام للرؤية فضلا عن تسببها بوفيات وحالات اختناق تجاوزت أربعة آلاف حالة بحسب وزارة الصحة ووفقا لمصادر طبية فإن أغلب حالات الاختناق التي تصل إلى المستشفيات من جراء هبوب العواصف الترابية هي من طبقة العمال والكسبة وسائقي سيارات الأجرة فهم الفئة الأكثر عرضة للاختناق بحكم طبيعة عملهم وهم الطبقة المعدومة في المجتمع بفعل سنوات من الفساد المالي والإداري وإهدار أموال البلاد كما أنهم محرومون من العطل الرسمية أو الاستراحات ولا يملكون أي دعم أو تعويض مالي في حال لن يستطيعوا الخروج إلى العمل كما أن هذه الفئة لا تحصل على أي رواتب أو أي تخصيصات مالية رغم حاجتهم الماسة للمساعدة فلا الحكومة ولا البرلمان يضعان هذه الفئة في حساباتهما رغم المطالبات الكثيرة بمنحهم إعانات أو رواتب بسيطة في وقت لا تزال الحكومة تصرف راتبين أو أكثر لفئات بعينها وتفتح الباب على مصراعيه أمام مشاريع جلها وهمية